موسيقى استاذ والله انت بتعطينا في الشغلات عميقة مش بوجودة في الكتاب طبعا يا حبيبي عشان هس لما ندخل على المجال المدى بتكون فاهم ولق فاهم حافظ بدناش زحلي قول ليش لنفترض انه انا جبتلك اقتران اكس تربيع زائد واحد حلو هذا الاقتران صديق الحزيز كثير حدود صح جبته هون وفي نفس اللحظة جبتلك نفس الاقتران بس عشان اوريك الفرق نفس الاقتران اف اكس بساوي اكس تربيع زائد واحد نفسه نفسه لكن هذا قلتلك اوجد المجال والمدى اوجد شو المجال والمدى هون قلتلك لا ما هذا المعلم من سالب اتنين لستة اوجد المجال والمدى اولا لا اولا لا اولا لا خلص اولا لا اولا لا اولا لا احسا انا شو الفرق بينهم السؤالين الفرق بينهم السؤالين عزيز الطالب اللي ماش عارف يعرض انه هذا السؤال يجمعه فترة هذا السؤال يجمعه فترة هذا السؤال بدون فترة بدون ايش بدون فترة حلو حلو فان كان بديو يشغلك وبدو يشوف مياتك بيجيب لك فترة بدو يشغلك بيجيب لك ايام بدون فترة لذلك لذلك انا رح اخليك محترس في الطريقتين جيك فترة ميجينيش فترة بهمنيش بدرس انخليلي هيك قل لي تعال تعال هذا السؤال عطفتك بدون فترة لو قل لك اعطيني المجال اللي هو الدومين رح افهمك اياه فهم هسا لأساعد سبتوا دخل عن الصف اسمع مجال الاقتران كثير حدود R شو R هم بقولوا في الكتاب يقولوا يقولوا في الكتاب All Real Numbers بس ما حدا يقول لي شو معناها لاني ما عرفش انجليزي حبيبي احنا ما عرف بعرف انه مجال اي اقتران كثير حدود R هيني بدي اقول لك اياها بس ليش R هسا رح اقول لك وشو R All Real Numbers شو يعني All Real Numbers جميع الاعداد الحقيقية ولكن مش قبل شوي قلت لك انه كثيرات الحدود مدخلات بشتغل عن اي مدخلات يعني بشتغل حكل الاداء شو هن المجموعة اعداد حقيقية يعني كل اشي جواه ده كل اشي كل اشي بشتغل عكل اشي هسراح اقول لك معلومة حلوة عكل اشي طيب متاز اذا مجاله All Real Numbers طب ليش R شو القصة تعال هطوفتك لو رسمنا انا وياك هذا الاقتران انا وياك منعرف انه رسمة الاقتران التربيعي ها بضحاله لحاله هاي رسمته من الصفر هيك رسمته صح صح بدي اكبرها بش حابب انا ارسمها هون تعرفوا شو اسمه قلبي ما طاوعني قلبي قلبي هيك ااخد راحتي وانا بحكي تمام تمام عرفت كيف ترسمه خلاص استاذ عرفنا انت قصدك تقول لي اه قصدك تقول لي يا استاذ اه هذا شو مجاله اوجد المجال وماذا صح المجال مجال هذا او هذا الاكس تربية شو رسمته من الصفر صفر صح من نقطة صفر صفر بس زائد واحد بديك تزيد واحد لانه هون الزيادة بره الاكس تربية بتكون على الواي واذا فيه نقصان بتنقص على الواي يعني اذا زدت واحد بتطلع فوق من هون وبترسمه اذا كانت ناقص واحد بتنزل تحت واحد بترسمه كانت زائد اثنين تطلع اثنين فوق يعني الزائد والناقص هون تطلع فوق وتحت اما الزائد وناقص جوه اكس بتروح يمين ويسار طبعا عكس الاشارة ليه نفترض او ليش نفترض خلاص احنا عرفنا انه رسمته الاكس تربية زائد واحد انا بتفهمك يا هكي ليش ار حس بهمني انه تعرف انه هذا محور اكس صح وانا قلت لك المجال هي قيم اكس يعني بشوفي الاقتران هل بضرب على اكس او هون بضرب على اكس 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 طبعا السهم هذا ايش طالع اذا هاي القيم رح اظلها تضرب وين على موجب اكس لانه هذا رح يظله طالع حلو يعني كل القيم اللي على اليمين رح تدخل طب تعال روح اليسار هذا بضرب على اكس 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 بضرب هذا بدي يظل رايح لسالب ما لنهاية إذن هذا رح يضرب على اكس لاحظ أنه كل اكس